الموبايل بيجيب اربع كاميرات خلفية الاولى 48 ميجا بيكسل يلا بينا نعرف بقية التفاصيل اهلا بكم مشاهدين ومتابعين قناة مو بي سي النهاردة هنتكلم عن هاتف هواوي نوفا سيفن اي وهنتكلم عن موصفات الهاتف بشكل كامل والمميزات والعيوب الخاصة بالهاتف ده غير ان اهوضح في اخر الفيديو سعر الجهاز في مصر وفي السعودية وسعر الجهاز عالميا اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة ويلا بينا نبدأ الفيديو مش شرط تشوف خمس فيديوهات عشان تعرف كل حاجة عن موبايل واحد احنا هنا في قناة مو بي سي حتى نقلق كل ده في فيديو واحد يعني من الاخر تقدر تشوف موصفات والسعر ومميزات وعيوب الموبايل وكمان مقارنة بين الموبايل ده والمنافس له موصفات الهاتف هواوي نوفا سيفن اي هنبتدي بالشاشة الشاشة هنا بتجي من نوع IPS LCD الشاشة بتجي بحجم ستة واربع بوصة بجودة فول اتش دي بلس وبدقة الفين تلتمية وعشرة في الف وتمانين بيكسل ومعدل كسافة بيكسلات تلتمية وتمانية وتسعين بيكسل لكل انش الكاميرا الامامية في الموبايل جعل هي تسجب في الشاشة لو هنيجي بقى نتكلم عن اداة الشاشة هتقدم لها خداق كويس جدا ومش هتقابل منها ايا مشاكل الموبايل بيجي بمعالج كيرنت 810 من هواوي المعالج ده اداء قريب من معالج سناب دراجون 730 المعالج ده موفر للطاقة يعني مش هيسحب كتير من البطارية هيقدم لها خداق كويس في الاستخدام اليومي والتصفح والتنقل بين التطبيقات وكمان هيقدم لها خداق كويس في الالعاب وبالنسبة اللعبة بابجي هيقدر يشغلها بدون اي مشاكل على ادات متوسطة الموبايل هنا بيجيب نسخة واحدة وهي 128 جيجا مساحة داخلية مع 8 جيجا رام وكمان ده يقدر تركب كارت اومري خارجي لحد 256 جيجا ولكن عشان تركب كارت اومري لازم تشين خط بالنسبة الكاميرات الموبايل بيجيب اربع كاميرات خلفية الاولى 48 ميجا بيكسل ودي الكاميرا الاساسية والكاميرا التانية 8 ميجا بيكسل ودي تصوير بزيئة واسعة والتالتة 2 ميجا بيكسل ودي عدسة مكرو لتصوير الحاجات من قريب جدا والربعة 2 ميجا بيكسل ودي لعز الاربورت رايي الكاميرا الخلفية بتصور فيديو بجادل فول اتش دي ومعدل 30 فرين في السانية اتكلم على البطارية اقدر اقول لك ان انت هتاخد منها اداء ممتاز الموبايل بيجي ببطارية اربعة تلاف ميتين ميلا امبير وزي ما قلنا ان المعالج موفى للطاقة يعني مش هسحب كتير من البطارية وده يخليها تقعد معاك وقت اطور بالاضافة انها بتدعم الشحل السريع جدا بكوة تربعين وط يعني تقدر تشحن سبعين في المية في نصف ساعة الموبايل بيجي باندرويد تن وللاسف الموبايل مش بدعم خدامات جوجل ولكن ممكن ننزلهم بشكل خارigi بدون اي مشاكل الموبايل بدعم منفذ السمعات منفذ politic دغنت الموبايل بيجي من البلاستيك وعشانην تعافز عليها لازم تركب له جراب وبمكن البلاستيك بتخل dipping بسهولة الموبايل بدعم مستشهر البصمه موجود في جنب الموبايل مع زرارب طاقة مماث داد موبايل هواوي نوفا سيفن اي الموبايل بدعم منفذ السمعات البطارية هتقدم لي غدقة كويس جدا الموبايل بيدعم شحن السريع جدا المعالج هتمنى خدام ممتاز الموبايل بيدعم منفز طايب سي عيوب موبايل هواوي نوفا سيفن اي الموبايل مش بيشغل خطين وكارتة اومري في نفس الوقت الموبايل اللي هدعم لامة الاشعارات الموبايل مش بيدعم خدمة جوجل وكن زي ما قلنا موقع تنزيله بالشكل خريقي بدون اي مشاكل ودلوقت اهوضح سعر موبايل في مصر وفي السعودية وسعر الجهاز عالميا سعر موبايل الرسمي بالدولار متين ستة وخمسين دولار سعر موبايل متوقع في مصر اربعة تلاف وخمسمائة جنيه سعر موبايل متوقع في السعودية الف وتمانين ريال عايز اوضح ان سعر موبايل في مصر وسعر موبايل في السعودية اللي وضحتهم من شوية ده مجرد اسعار متوقعة ومش اسعار رسمية وده ان الموبايل لسه منزلش مصر ولا السعودية واخيرا هل الموبايل ده افضل حاجة في الفاس على دي ولا فيه افضل منه شاومي نوت ايد برو يعتبر منافس كوي جدا لوبايل هاوي نوفا سيفن اي. قبل ما ببتدي عمل مقارنة بينه ما عايز اقول ان احنا هنا في قناة مو بي سي عملنا مراجعة شاملة لوبايل شاومي نوت ايت برو هتلقوها من اللينك اللي يكون تحت في الوصف او من خلال اقل اتظنك في وقت الوقتي. لو هنتكلم على الاداية هنا هاوي بيجي معالج كريم 810. وشاومي بيجي بمعالج ميديا تيك هيلو جي تسعين تي. وهنا التفكه كل صالح معالج شاومي. هاوي بيجي بشاشة بجودة فل اتش دي بلس. وشاومي بيجي بشاشة بجودة فل اتش دي بلس. وهنا ده الاتنين زي بعد. هاوي بيجي ببطارية اربعة تلاف وتين ميلا امبير. وشاومي بيجي ببطارية اربعة تلاف وخمسمة ميلا امبير. وهنا ده الاتنين يعتبر زي بعد لان معالج هاوي موفر للطاقة عم معالج شاومي. هاوي يدعم شحن السريع بكوة اربعين واط. وشاومي يدعم شحن السريع بكوة تمنتاشر واط. وان التفاقع كل صالح هواوي. هواوي لا يدعم خدمات جوجل. وانك ممكن تنزلهم بشكل خارجي عادي جدا بدون اي مشاكل. ولكن شاومي يدعم خدمات جوجل بشكل رسمي. وان التفاقع كل صالح شاومي. تعالوا بقى نشوف فارس سعر ما بينهم. سعر هواوي المتوقع نسخة مية تمانية وعشرين جيجا مساحة داخلية. وتمانية جيجا رام اربعة تلاف وخمسمية جنيه. سعر شاومي الرسمي نسخة مية تمانية وعشرين جيجا مساحة داخلية. وست جيجا رام اربعة تلاف متين جنيه. وخلال اوضح برضو ان سعر هواوي ده سعر متوقع. يعني ممكن الموبايل انزل بقى قلي من كده او بقى عالة من كده في السعر. اوضيح بسيط. من خلال موقع مو بي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف. وكمان من خلال الموقع ده هتقدر تقارن بالاي جهاز وتعرف الجهاز الافضل ما بينه. رابط الموقع هتلاقيه في الوصف. وفي اخر الفيديو لو في موبايل معينا عايزيني نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات. وكمان مستنى راك في موبايل هاوي نوفا سيفن اي. هتمنى يكون الفيديو عيابكم. اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة. اشتركوا في القناة